السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في قناة منتل اللي نجيها الفيديو دلو ما شاء الله أخواتي هندي نكملو على الموديل دينا هنا كيف كتشوفوا معي عنا القب دي الجلابة هندي نضيفو ليها واحد القطعة يعني لشكل طبين العرض ديال هاد القطعة 6 سنتين ممكن تزيدو عليها في العرض او تنقصو يعني كيبقى اللي حسبتو بلي شاط ليكم ولكن هاد القياس هذا مزيان غادي نخيط هاد القطعة مع مع الجيه ديال القب صافين بعد ما خيطنا هاد جيه ديال القب غادي ندوزو ده بس نسلة هادي هي الجيه الصغيرة يعني الجيه اليسرى كنطوي القيمة اللي غادي نطوي اسفل الموديل يعني الطيه دي الاسفل الموديل ما نحسبوهاش ومن بعد كنحسبوه القيمة اللي بغينا في الفتحة خمسة عشر او عشرون على حسب كل صيدة وشنو كيعجبها يعني لحسب القياس اللي بغيتي من بعد كنحطو واحد النقطة هنا القيمة اللي حددت بالنسبة للسحب او السنسلة بش ما يجيكم شفيتها مواجات من اللي احسن عنكم تبتوه الدبابيس بش هكذا كتخدمو انتوما مرتاحين وحتى الخدمة كتجي مفينيا ونقية هناك نحتاجو الدواس ولا صباط ديال السحب او السنسلة فكاللي كيخدم بلا هذا من اللي احسن كنصحكم تخدمو به كتجي الخدمة نقية ومفينيا وكتحتف شكل دياله غادي تعجبكم صافينا بالدلس هنا يا الدواس وغذي نخدم بالنسبة للدواس كين ان انواع كين جهة اليمنى جهة اليسرى انا هادا اللي اللي لقيت عندي اللي موجود صافي غذي نخدم على حسب هاد دواس هادا اتجاه اللي جاتني بزيانة صافي وغذي نستمر بالخدمة لاحظوا معيك نحاول نقرب عند هادا السكة هادي ديال السحب يعني هنا في الجنب ديالها كنخيط صافي بعد ما خيطنا تجيه هادا لاحظوا معي النتيجة يعني كين فرق كبير عنكم باش تخيطوا بالدواس عادي وباش تخيطوا بالدواس اللي خاص بالسحب شفتوا معي الخدمة كيفش كتجي ملقية ومفينيا كندوزوا دابات الجهة الثانية اللي خلينا في هاديك البانضة فيها ستة سونتين ونحددو هنا واحد النقطة يعني يكونوا نفس القياس باش ميكونش تفاوت الى تبعتوا معي ان شاء الله ناجحة معاكم مية في المية وحتى هي كانت بتها الدابة بس باش اكدا كتخدمون توم مرتاح حين ما كنتها موجد لا تفصقوا عاود سافي غادي نجي نحطها على القطع التانية باش يكون عني نفس القياس باش ميكونش عندكم تفاوت في اسفل الموضي الجهة طويلة وجهة قصيرة كذلك حتى بنسبة للسحب حتى هو غادي نحط فيه واحد النقطة هادي غادي تساعدنا باش يجينا نفس العبار كذلك ما تنسوش حتى بنسبة اللي كان عندكم تتوب حال هذا فيه الكارو او هاد الخطوط هادو ضروري حتى كان ضبطوهم يكونهم يعني اللي يشوف الموديل في الامام ما يبانش بان نراها فيها خياطة في الوسط او السحب كيبان خط واحد لاحظوا معي هو هاد الشيء لاش كنتكلم ليكم يكون خط واحد يعني الخطوط يكونوا مقابلين مع بعضياتهم صفي هنا يا كنخيط بالدوس العادي نستمر بهالطريقة كمشي الى الحشية دي السحب بعد ما كملت الخياطة هنا كيف كتشوفو معي هادي ستة سونسيم اسهل طريقة عادي سخيطو السنسلة او للسحب وبدون مشاكل لاحظوا معي هادي ستة سونسيم عادي نطوي على اتنان كنحاول نبيل لكم القيمة اللي ترسينا والافضل انكم ترسمو هاداك القياس حطو نوقات باش تارفو اه داك القيمة اللي حسبتو غادي نستمر اخواتي بالخياطة حتى نكمل هاد الجيه هادي ونقله بالقطع ونوريكم النتيجة وهذه النتيجة دي السحب كيفاش كتجين فين يا بدون ميكوات لاحظوا معي وكأنها يعني محددة او لا اه قدتها بالميكوات خادي نقطع دا به هاد السائد كيف شفتو معي السحب كناخد القب وكنحسب سبعة سونسيم وهدي نخيط هاد السبعة ممكن تكون حتى ستة سونسيم ماشي دروري تكون سبعة ممكن كذلك انكم تقوسوا هاد الجزء هادا ندير واحد الفوتحة باش نقلب نخيط خيطنا على الظهر دا بغضي نخيطو على الوجه صافين بعد ما كملنا خياطة كيف كتشوفو معي غضي رجعو السنسلة هي هادي وغضي نخيطو هاد الجزء هادا جزء الصغير يعني ماشي جديجه اللي فيه سيتة سونسيم الجيهات الثانية هادي مش نثبتوها بالخياطة كنحاول نفتح الخياطة وكن هون مشي فوق منها يعني كنفتح الخياطة باش كلي كتلاحظو معي باش كتجي ناخد من في نياو نقية لاحظو معي وده بغضي نجو نخيطو آآ الضهر مع الامام بدو نخيطو في الكتف ونحدد المنصصة ديال هاد الخلفيني ديال الدهر ججلابه كناخد القب وكنجي هاد الخياطة كيف قلت ليكم هاد الباندة كتسهل عليكم يعني سهل غتحطو هاد الخياطة السنسلة او الاسنان ديالسنسلة تحطو في الوسط ديال الخياطة سنسلة او السحب سافعن السمر بالخياطة ره ما كيكون في حتش مشاكين خيطوه انتم مرتاحين هاد الخلف مع الخلف يعني الجي هاد الخياطة ديال القب مع منتصف ديال الدهر وهنا كدريك فاش كنوصلو لاحظو معي كنحطو هاد الباندة فوسط الخياطة ونطويو عليها هاد الجزء هذا سميو احنا يتطين ديال القب ديال القطعة اللي يزدناها صافي ونستمر بالخياطة حتى نكمل موريكم نتيجة ديال القب كيفاش كي يجين فيه هنا خدمة نقية وهذا هو الشكل دياله كيف كتشوفو معي ونشوفو الجيهات الثانية كذلك هدي الجيهة اللي فيها البنطة نشوفو هات الجيهة هدي ها هو كوشي قدامكم كيف كتشوفو معي خدمة كتشين قياه والموديل كي يجين فيني دا باك نحاولو نخرجو هاد الخياطة نفتحوها مزيان ونخيطو سنتيم ديالنا عادي باش نتبتو هادك الجوز يعني ذاك الثلطين هنا باش ما يبقاش عنا السور جيكيبان ممكن تفتقوشي شوية لما بغيتوش طويبها غير به هات الشكلة هادا وتمشيو على الحرف ديال هاد الثلطين اللي الحشية ديالو للحفة ونتبتو الثلطين بعد ما كملنا دي نجودة بالكم وكنحددو المنتصف ديالكم باش نقسمو هادك المسافة حطو هاد النقطة على الخياطة ديالكاتف صافي عادي نخيط ده بالدورة ديال تركيز او حردة الايبط بعد ما كملنا خياطة عادي نجمعو الموديل دابا من الجوانب وكنبداو بالكم هو الاول يعني من اللي كوم كنبداو صافي بعد ما كملت الخياطة الجوانب بجوج هنا اسفل الموديل غادي نطوي القيمة ديالي بالضبط يعني لا تبعثوا معي را غادي نطوي سنتيم ديالكم بهات الشكل هادا كيجي العبار هو هادك مضبوط يعني القياس كيف ما بغيزو كيجي في الجوانب ما كتجي لطويلة لقصيرة وهنا كذلك غادي نطوي سنتيم ووريكم الشكل النهائي وهدا هو الشكل النهائي لاحظوا معي يعني الخطوط كيجيو الخدمان قيا وفينيا وخايا بدون ميكواس كيف كتشوفوا معي وهدا الجيب اللي خدمت معكم كنتمنى اخواتي يجبكم موديل ويكون ان شاء الله كل شي سهل عليكم فضلا وليس امرا اخواتي كنتمنى انكم تبرتجوا هاد الفيديو هذا مع الناس اللي عندكم في الواتساب واللي ما مش تركه تشتركوا باش هكده مني حدش فيديو ان شاء الله يوصلكم وتستفدوا من الطروس ولايك فضلا وليس امرا باش هكده كتشجعوني وحتى اليوتيوب كتتقترحوا على الناس بالنسبة اخواتي للفتحة هنا هي قابلة لتتغير يعني ممكن تزيدو او لا تنقصو يبقى لحسب كل احدى والطوق ديالا صحا ورح اخواتي والسلام عليكم اشتركوا في القناة